كل اياتنا بدنا نعرف وننتبه على التخزين الأكل تخزين الخضار تخزين كل شي بالبراد وبالتلاجة فكرنا اذا حطينا اي شي بالتلاجة معناته لحنا شغلنا صح ونتبهوا الخضار هي اكبر بكتيريا وفيروسات اذا تخزنك بطريقة غير صحيحة وانتو ما اشعل شمعتك لح تاخدوا كل شي مفيد بإذن الله ومعلومات مفيدة تعالوا لنشوف كيف بدنا لنخزن البقدونس ويضل عنا اسبوع كامل و اكتر من اسبوع بدون ما يخرج بدون ما يفقد عناصره المفيدة طبعا هذا كل شي اغضر مو بس البقدونس اي شي اغضر تقدر تخزنه بهاي الطريقة يلا حقود اشتركوا في القناة 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 انساني بسيط وصغير اشتركوا في القناة 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 الاجتماعية التي قربت البعيد عليك تحميل التطبيق وعلينا الإجابة لإستشارتك دائما بحب فيتكن بجديد دائما بحب أعطيكن الجديد حتى فيتكن أنتوا ببيوتكن أنكم ما تخسروا كمان الخضرة كيف بدنا ننظم الخضرة بالتلاجة كيف بدنا نحافظ عليها بطريقة كتير حلوة وتقعد معكم من عشرة أيام وأكتر أحيانا لأن الخضروات احتوائها بسعيرات حرارية كتيرة واحتوائها على أغذية اللي منتناولها بشكل يومي ما حنقدر أحيانا نشتريها كل يوم كل يوم مشان هيك لحورجيكم كيف حنحافظ عليها بطريقة سهلة وسليسة مشان نحافظ على كل اللي همية العشبية اللي فيها وفي عندكم من فوائد الخضروات وتقسيمتها يعني ما نحط الأحمر مع الأصفر وما نحط الأصفر مع الأغضر لازم نكونوا موزعينهم بطريقة كتير صحية وما يكونوا قريبين على بعضهم يعني مثلا مثل الليمون الليمون بيخلي الخضرة تاخد من ريحتها لأنه هو سريع لإطلاق الروائح وبتصيري بتخرب عليك الليمونة ما تقدر تستفيد منها اليوم حنبدأ بالبقدونيس والبقدونيس طريقة حفظه بالتلاجة حتشوفوا مثل ما لكم شايفين معي حنقدر نحفظه بالتلاجة بطريق أنه نفرمه ونطفه وتعودنا كيف ننظف البقدونيس رجعوا لفيديو البقدونيس وكيف نطفه بعدين حنحط معه معلقة منحط معه معلقة هاي الطريقة عن تجارب أنا جربتها وعن بعطيكم ياها تجارب رهيبة هذا البقدونيس بيقعد عندي أنا أكثر من أسبوعين وهو أخضر متل ما نكون شايفينه هنجيب فوق المعلقة نحط قطعة مناديل ونغطيها مضبوط تكون العلبة مضغوطة ونحطها بالتلاجة منقلبها على القلب شوي مشان إذا فيها شوية مية تصفي المية اللي فيها مضبوط مضبوط أما إذا ما بدنا لحنا ننظفها وجايبين كمية والله من نعمل تبولة وبعد يومين ثلاثة أنا في عندي عزيمة وعم جهز غراضي من قبل يومين بقدر خليها بالكياس بطريقة كتير مميزة وحلوة ورائعة بنفس الكيسة اللي شتريت منه من السبر ماركت منجيب المعالي ومنحطن بقلب كمان الكيس ومنلفها مضبوط نخرجها من الهواء ومنحطها بدرجة البراد كل شيء أخضر بتقدروا تحفظوها بهالطريقة هاي لإنها مفيدة في عندكن الخضرة الدرنية في عندكن الخضر الورقية عندكن الخضر الزهرية عندكن الخضر الثمرية وعندكن الحبوب والخضر القرنية وعندكن الخضر البصلية وكل خضر من أنواع هاي الخضر اللي احنا بدنا نحطها بطريقة معينة اليوم بدأنا بالبقدونس وكل شي خضر مثل البقدونس الكزبرة النعناع الرشاد اي شي خضرة حتنحفظ بالطريقة هاي اللي انتو شايفينها شايفين انا بعد ما حطيتها بقلب العلبة هيصلي عشرة ايام انا عم بحفظها ضليت عم صور لكم طول هالوقت مشان تشوفوا هيخلص البقدونس عندي ولساعته اخضر مثل السلق والموية تبعه هيك عم تندي عليها مع احلاها يعني شغالة معي لليوم ما شاء الله تبارك الرحمن ان شاء الله انتو دائما مستفيدين وبحب انا اعطيكم الفوائد مشان ما تخسروا خضرتكم مشان ما ترموها بمعلقة بدون ما تتكلفوا يا ما كتير قالوا لي ناس جبنا البقدونس ثاني يوم ثالث يوم خرب ورمينا او عسأل نصه وقعدنا النقي غلط مجرد ما يعسئل اي شي من الخضرة او تطلع ريحتها او تخرب لو ورقتين ثلاثة فيها ما بتمفع انتبهوا حاولوا تنقوا الخضرة طازة وحاولوا تحافظوا عليها انا بحبكم كتير وبحب دائما مفيدكم واستنوني القادم اجمل لح نحكي عن جميع الخضروات اللي بتنحط بالتلاجة وكيف الاحتفاظ فيها وكيف منقدر نجففها وكيف فوائدها وحكينا كتير على فوائد البقدونس شوفوا بعد 15 يوم تقريبا هاي العلبة طلعتها من التلاجة وصورتلكم شوفوا ايها البقدونس لساته اغضر كاني هلا افارمته اغضر مثل السلق ما فقد ابدا القيمة الغذائية تبعه لحنضل عما ناكل منه لين يخلص ولا نرمي منه قطعة بقدونس ان شاء الله كل اياتكم استفدتوا باذن الله وحاولوا انه تفيدوا غيركم وتودوا هاي المعلومة لكل بيت ولكل ست بيت مشان تستفيدوا وتاكلوا الخضرة فيها العناصر الغذائية كاملة انتظروني الفيديوهات التانية باذن الله تعالى وان شاء الله ان شاء الله لحقلكم كيف تقدروا تحافظوا على جميع الفواكي والخضروات بدون ما تخرب وهي بالتلاجة وما يصيبه اي بكتيريا ولا جرافين بتمنى لكم الخير والقادم اجمال اشتركوا في القناة